السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم اخواني الكرام عنا تحويل اي جهاز الى كاشف معادن هل من الممكن تحويل اي جهاز الى كاشف معادن اخواني السؤال صراحة هذا انسألته والحمد لله بعض التطبيقات على بعض الاجهزة وملاحظاتي على بعض الدوار الالكترونية خلينا نجاوب على هذه الاسئلة معكم اخواني الكرام لازم اي جهاز كاشف معادن بدي يكون فيه شغلات اساسية عوامل اساسية مكونات اساسية شو هي المكونات الاساسية الكاشف في المعادن المكونات الاساسية الكاشف في المعادن اللي هي دائرة ارسال دائرة استقبال ملف بحث علب التحكم مقبض يعني الامور سهلة اهم ما في الموضوع اللي هي دائرة الاستقبال ودائرة الارسال طبعا لابد انه ينتج عن دائرة الاستقبال مترجم اشارة وهون نقصد مترجم الاشارة اللي هو اما سماعة او لد يعني عملية اظهار نتيجة دائرة او نتيجة البحر الان خلينا بس نوقف شوي عند هاي الاجزاء دوائر الارسال ليس شرط انها تكون دوائر معقدة او مبنية على اي سي او مبنية على دوائر متكاملة او على برمجة ممكن دوائر الارسال بتكون دوائر بسيطة جدا الحقيقة اي دائرة فيها ارسال واستقبال يمكن تحويلها الى كاشف معدن اي جهاز في دائرة ارسال ودائرة استقبال نعم يمكن تحوله الى كاشف معدن اه الان يعني رح اضربلكم امثلة على بعض الدوائر او الاجهزة اللي فيها بنفس الجهاز دائرة ارسال ودائرة استقبال بس خلينا قبل هيك نجاوب على الموضوع المهم اللي هو لو كان الجهاز في فقط دائرة إرسال أو فقط دائرة استقبال شو الحل عنا طبعا يعني الحل بسيط جدا لو كان في الجهاز مثلا زي الراديو الراديو في دائرة استقبال فقط والحمد لله بدائرة دائرة إرسال بسيطة استطعنا التحويل إلى كاشف معادن ممكن يكشف أكثر من متر ونصف فالحمد لله يعني الحلول موجودة خلينا نطرح بعض الحلول هون طيب لو كان ضربنا على دائرة الاستقبال الراديو مثلا وقدرنا نحوله بدائرة إرسال بسيطة إلى كاشف معادن طيب لو كان عندنا دائرة استقبال لحالها فقط وما بدنا نصنع دائرة إرسال يعني ما بدناش نضيف أي شيء للراديو فقط من الراديو بدون قطع إضافية بدون دوار إضافية هل من الممكن تحويله إلى كاشف معادن؟ الجواب طبعا نعم ممكن تحويله إلى كاشف معادن بس وأنا إن شاء الله تعالى أسعداد بعملكوا هاي التجربة أمامكم إن شاء الله تعالى وطبعا إذا بدكوا بتشوفوا هاي التجربة بعثول على التعليقات وطبعا لا تنسونا من الاشتراك والإعجاب بالفيديو وإن شاء الله إذا شوفنا في طلب على هذا النوع من أجهزة إن شاء الله بنعملكوا فيديو خاص بهذا الشيء ولكن الحقيقة أنه إذا استعملنا دائرة الاستقبال مثل الراديو فقط بدون دائرة إرسال وحولناه إلى كاشف معادن الأداء مش رح يكون مثل لما يكون معه دائرة إرسال يعني الأداء رح يكون أقل بالطبع ولكن إذا بدكوا تشوفوا مكونات هاي التجربة والتجربة كاملة اكتبونا بالتعليقات وخلينا نشوف أجابات بالفيديو وإن شاء الله تعالى بنرضيكم أيضا إذا كان عنا دائرة إرسال فقط وما عناش دائرة السقبال عنا دائرة إرسال فقط هل من الممكن أنه بنقدر بنحول دائرة الإرسال هاي إلى كاشف معادن طبعا استطاع بعض الأخوة على الإنترنت بالدول العربية وبدل الأجنبية أيضا تحويل دوائر إرسال فقط إلى كاشف معادن وممكن فقط إضافة ليد أو إضافة سماعة لجهاز الإرسال فيصبح كاشف معادن الأمر إخوان بسيط جدا مش معقد الأمر أنه لازم تحصل على شيء إذا بدك الأسهل الأسهل لصنع كاشف معادن لازم تحصل على شيء إما دائرة إرسال أو دائرة استقبال هالشيء بيخفف عندك دائرة الإرسال سهل صنعها ودائرة الاستقبال برضو سهل صنعها والجهاز اللي بدك تحوله هو اللي يحدد هالشيء هون ضربنا لكم بعض الأمثلة على دوائر الإرسال أو الأجهزة اللي تحتوي دوائر إرسال ودوائر استقبال لكن ما بدي أنسى أخوان الكرام أنه بعض الأجهزة مثل الهاتف الذكي هو بيحتوي على دائرة إرسال ودائرة استقبال ولكن ما بدنا ننسى أنه هاي الأجهزة بدها تعامل بدقة شديدة لذلك إحنا ما شفنا أي تجربة على النت ولا حد استطاع أنه يحول هذا الجهاز الهاتف الذكي اللي هو إلى كاشف معادن بشكل مباشر يعني ممكن أن نستعمله كاستقبال ماشي الحال أو كإرسال بعض التطبيقات لكن أنه نستعمله دائرة إرسال واستقبال يعني ماشي من التجارب على هيك ليش؟ لأنه بده تعامل دقيق جدا في الإلكترونيات طبعا أنا أرسلكو هون جهاز التحكم عن بعد أيضا يحتوي إرسال واستقبال لكن هنا داء الريموت لا تنسوا أخواني إمي مش رح يخترق التربة مين يحكي للسبب؟ مش رح يخترق التربة لأنه إحنا بنتعامل هنا بالريموت كنترول بالشعة تحت الحمراء مش تردد كهرومغاناطيسي أو راديوي حتى يمكنه اختراق التربة لذلك أي أي شيء أو أي تجربة لتحويل الريموت لكاشف معادن هو كاشف معادن فقط حساس نحكي للمعادن ولكن مش رح يخترق التربة هاي بعض الأمثلة أخواني رح أتركوا لكم رابط هذا الموضوع إن شاء الله بالفيديو هاي بعض الأمثلة لتحويل الأجهزة المحتوية على استقبال وإرسال إلى كاشف معادن أخواني الكرام طبعا التلفزيون اللي هو القديم التلفزيون القديم اللي هو بتطق بس تفوته على هذا الموضوع رح تشوفوا صورته إن شاء الله هذا التلفزيون أو التلفاز القديم يحتوي على قطع رهيبة جدا يمكن استخدامها في الكشف عن المعادن يعني ممكن يصل عدل الأجهزة إلى عشر أجهزة أو أكثر تستخرجها من جهاز التلفزيون فقط وتصنع منه عشر أجهزة تكشف عن المعادن مثل الكاشف الكافي وما بتحتاج أي قطعة من برة أخواني الكرام زي ما حكينا إذا بدكوا بتجربة تحويل الراديو الصيني أو الراديو الصيني لكاشف معادن بدون إضافة ولا قطعة من الخارج فقط من خلال دائرة الاستقبال أرجو أن تذكروا لها شي في التعليقات وخلينا نشوف العجبات في الفيديو أستطيع أن ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة